ودلوقتي هنعمل مع بعض بيتزا بتنجان للي يحب بقى الاولاد الصغيرين دي اكلة مغزية جدا ولطيفة لا عجين ولا حاجين هي كده على بعضها بس ايه بتنجان وهحط لها حشوة البيتزا يعني ايه يعني عندي بتنجانة عندي هنا فيه توم وبسط طماطم فلفل زاتون وجبنة المتزرالة تمام عندي بتنجانة كبيرة زي دي حلوة كده انا عايزها كبيرة عشان اعرف افرش عليها الايه الخلطة دي بس اقطعها كده انا بس ما اقطع تخاش عشان اوريكم التقطع اللي انا عايز اقطع بيها حطها كده على راسها دي كده وابدأ ان انا بقشرتها عشان قشرت تمسك الغلاف اللي دي بتخليها ممسوكة من ايه من برة مشان ما تتحرد ما نيجي نقليها ونحطها في الصليطة ده تقطع معانا لا زي ما هي كده ماشي هناخد بس الحرف ده كده نشيله نبدأ بقى هنا ناخد بس السمك كده في سمك ايه قولي واحد سانتي كده واحد سانتي كده تمام موسيقى 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 بس حط لو حط بصل هنا انا كده بحمر يدوبك خد البتنجان بادرتها كده بدي ايه وبحمرها في الزيت هجيب هنا البصلية في حد ده الصغيرين وابدأ ادبلها لا ده فعلا بادة حط بتم على فكه هنا برضه تم وفلفل نحط التماطم ابدأ من الاكل بره ساحلي خلص بقى نسهلها كده اكتر انما لا والله هو مزاق بقول كده احنا بس نخلي بنا من التشجيع بصوا كده انا عملت ايه انا هنا دبلت البصل والتوم والفلفل والتماطم في شوية بصل وملح وفلفل بس شوية زيت وملح وفلفل دبلتهم بسيط اهم كده جاهزين هنا هنا انا بقى لي البتنجان بس كده خلاص بصوا كده اللون ده كده وهاخده كده بس اصفي شوية من الزيت حطي هنا كده باللون ده كده انا هم قطعها بالطول كده بالطول ده بتخليها ما تشوي زيت كتير اشتركوا في القناة حاضر تمام هعمل دي كلها بالطريقة دي ودخلها الفرن بس كده تاخد لها قد ايه مش هتاخد ربع ساعة في الفرن ولا عشر دقيق يعني من عشر اتنشر دقيقة كده تسيحي الجبنة وخلاص على كده وتكمل تحمير البتنجان اشتركوا في القناة